لله سبحانه وتعالى على الحقيقة تنصح بعض الناس فتقول لهم أمر العقلية الحزبية أمر كارثي دمر الدعوة من الداخل جعل الناس تنصرف عن النظر في حقائق الشرع في محكمات الدين إلى أقوال الرجال وأهواء الجماعات إذا قلت ذلك قيل لك إذن أنت تدعو إلى تشتيت الأمر وأن تكون على شكل أفراد يسهل القضاء عليها من الأنظمة العالمية وأنت لا تقول بهذا ولا تقول بهذا بل تقول إن العمل الجماعي أمر مشروع وقد يتوجب في أحيان معينة وعندما أقول العمل الجماعي لا أقصد به أن تكون داخل حزب أن تكون داخل مؤسسة داخل مجموعة من طلبة العلم داخل أي طريق نعم العمل الجماعي أمر يكيد يكون واجب الآن العمل الفردي على شكل ذري أمر صعب يجد أن يؤتي أثمرته فمن الأفضل لأي مجموعة من الشباب أن يجتمعوا بأي صورة ما بأي شكل ما لتقديم عمل فيه تعاون وتبادل الخبرات وتبادل الجهد واستفادة متبادل من الوقت هذا أمر يختلف تماما عن الحديث عن العقلية الحزبية العقلية الحزبية قد تكون داخل حزب وقد تكون ضمن جماعة تكفر بمعنى العمل الجماعي لكن تبقى عندهم العقلية الحزبية التي تقوم على تقديم رؤى الحزب أو الجماعة أو الطائفة أو المشيخة تقديمها على مصطحة الشرع وحقائق الشرع وأن كل مرة يحصل الحراف نخرج بتسويغ منحرف لهذا الأمر وحتى لو وصل الحراف إلى آخر مدى باستدبار حقائق الشرع يخرج الأتباع فيقولوا لا يعني هذه زلة تغطفر لا ليست كل الزلة تغطفر إذا حرف المصار عن ما يجب أن يكون عليه على الإنسان أن ينعزع عن هذا الطريق ويبحث عن طريق آخر فنحن إذن لسنا بين حزبية ملعونة وعمل فردي لا يؤتي ثمرته بل من الممكن الإنسان أن يعمل ضمن الجماعة لكن يعمل بعقل مت